مرة أخرى يعود الجدل في فرنسا حول الرموز الدينية الذي تثيره السلطات بحجة انتهاك القوانين العلمانية الصارمة في مجال التعليم في البلاد موسم دراسي بدأ بزوبعة أثارها قرار حظر ارتداء العباءة والقمصان الطويلة في المدارس الحكومية بداية من الشهر الجاري وحظر العباءة يعد استمرارا لمسار بدأ عام 2004 بمنع الحجاب مرورا بالبرقع والنقاب والبركيني مما أثار غضب الجالية المسلمة التي يقدر عددها بنحو خمسة ملايين نسمة وفرضت فرنسا حظرا صارما على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ العقد الأول من هذا القرن لكنها تجد صعوبة في تحديث إرشادات التعامل مع أقلية مسلمة يزداد عددها وفي خضم هذا الصراع يأتي قرار منع العباءة ليحيى مظاهر الانقسام في المجتمع الفرنسي إذ تدور معركة سياسية وفكرية حول طريقة فهم هذه الرؤى والتعبير عنها وحول ما إذا كانت هذه القوانين ترسيخا للعلمانية أم أنها استهداف للأقلية المسلمة انقسام عكسته مواقف التيارات السياسية فقد اعتبرته تيارات يمينية انتصارا للعلمانية بينما رأى جزء من تيار اليسار أن الحكومة تغطي على أزمتها في مجال التعليم بمنع العباءة بدل معالجة مشكلات نقص الكوادر التعليمية وقاعات الدراسة ويذهب تيار آخر أبعد من ذلك إذ يفسر حظر العباءة بمجرد عاصفة لصرف الانتباه عن خيبات باريس الأخيرة في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر